اهلا بكم طلبة الطالبات الصف الثالث سنوي في درس جديد من دروس مادة الجيولوجيا واللي هنتكلم فيه عن التأثير البيئي لبعض العوامل الفيزيائية غير الحقيقة هناخد طبعا فيها الدوق والحرارة. الحقيقة ان الشمس هي مصدر الدوق طبعا والحرارة زي ما كلنا عارفين. وكلا هما طبعا من العوامل الفيزيائية غير الحية في النظام البيئي. والدوق هو عبارة عن الجزء المرئي من طاقة الشمس. ومن اهم العوامل المؤثرة طبعا على النبات والحيوان. طب الحرارة هي الجزء المحسوس من طاقة الشمس. وهنتكلم عنهم بالتفصيل قدام. تعالوا ناخد اول تأثير للدوق على الانظمة البيئية عموما. فهناخد الدوق وعملية البناء الضوئي. من اسم العملية البناء الضوئي هتبقى عارف ان هي لا تتم الا في النباتات الخضراء. وطبعا النباتات الخضراء مش هتقدر تكون غزائها الا في وجود الدوق عن طريقة هزي العملية. طب ايه اللي بيحصل فيها? اللي بيحصل فيها ان بيمتص الكولوروفيل الموجات الضوئية. كولوروفيل طبعا اللي جوه النبات. اللي موجود في البلسيدات الخضراء. بيمتص الموجات الضوئية المرئية اللي طولها بيقع ما بين تلتمية وتسعين لي سبعمية وتبانين نانو متر. وانت عارف ان النانو متر هو عبارة عن واحد في عشرة قصة السالب تسعة متر. طب تعالي نشرح الميسيدولوجي اكتر. او ايه اللي بيحصل اكتر? بيقولك هنا اللي بتقوم البلسيدات الخضراء بعملية صنع الغزاء. حيث يتم تحويل الطاقة الضوئية. ليعبارة عن الموجات الضوئية اللي الطول الموج بتاعها بيقع ما بين تلتمية وتسعين لسبعمية وتمانين نانو متر. بتحولها لطاقة كيميائية. ودي الاساس اللي بتستمد منه الكائنات المستهلكة والمحللة ما تحتاج الي من غزاء لتولي. دي الطاقة. بمعنى النبات بيحول الطاقة الضوئية دي لطاقة كيميائية علشان يقدر يعيش باول حاجة. فلما يقدر يعيش الكائنات المستهلكة بعد كده هتيجي تاكل النبات. طب لما النبات يموت الكائنات المحللة دي هتحلله. طب بالتالي مهم جدا العمالة دي دي تحصل مش عشان النبات بس ده كمان علشان الكائنات بتتغزى عن النبات. طب تاني تأثير للدوق. هناخده في عملية الانتحاء. الانتحاء ديت هي عبارة عن الحركة الموقعية للنبات دون انتقال النبات من مكان. نتيجة للنمو في اتجاه بيحدده موقع المؤثر من النبات. هناخد بالتفصيل الكلام ده دلوقتي. هتلاحظ هنا ان النبات بتاعك طول ما الشمس فوقيه هو واقف عادي. تعالى كده والشمس بتحرك ناحية اليمين. هتلاقي النبات بيميل ناحيتها. بيميل ناحيتها. ده بنسميه الانتحاء اللي هو الحركة الموقعية اللي هو في مكانه. ولكن بيميل شوية او بيتني شوية ناحية المؤثر او ناحية الدوق. طب ايه السبب في الكلام ده بقى? اول حاجة خلينا بس نتكلم عن نوعين في الانتحاء بسط جدا بيسموه من نوع الانتحاء الايجابي والسلبي. الايجابي دوت اللي هو الانتحاء او الحركة اللي ناحية الايه المؤثر. السلبي ده اللي هو بيحصل دايما في الجزور. وبيبقى الانتحاء بعيد عن المؤثر او عن الدوق بتاعك يا. طب ليه دايما ساق النبات منتحية مجابة? ليه دايما الساق ديه بيتميل ناحية الشمس او ناحية الدوق? ده نتيجة استطالة خلايا الساق البعيدة عن الدوق بدرجة اكبر. من خلايا الساق المواجهة للدوق. بمعنى الدوق اهو وده الساق. بيقول لك الخلايا اللي هنا اللي بعيد عن الدوق بتنمو بشكل اكبر عن الخلايا اللي هنا. طب ده ليه برضو? لان تركيز الاكسينات اساسا اللوكسينات دي طبعا اخدتها في البيولوجي ان هي عبارة عن مواد محفزة للنمو. بتخلي النبات ينمو وساق النبات ينمو. بتبقى تركزها في الجانب المظلم اللي هو هنا اكبر بكتير من الجانب المضيق. الحاجة التانية ان هي اساسا بتهاجر من الجانب المضيق للجانب المظلم. زي ما انت شايف هنا كده بص متوزعها عاملة ازاي? بتحرك كلها وتتركز في الجانب دي. ده بيخلي ساق النبات ينمو بصورة اكبر في الجزئية دي. فتخيلوا عمال ينمو ينمو هنا. وهنا طبعا نمو قليل. فينمو ينمو 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 يخليه ميل بالشكل ده ناحية الايه? المؤسر. فطبعا هنا الدوق ليه تأسير واضح في هزيق ده عملية لو شفتها في النباتات بشكل عام. طب التأسير التالت. التأسير التالت بيظهر في الازهار في النبات. النبات الحقيقة بيمر بمرحلتين متتاليتين اسناء نموه. مرحلة بيسموها مرحلة النمو الخضري. ودي اللي بينمو فيها الجزر والساق والاوراق وكلام ده كله. ليه? لان خلايا الجنين عند انبات البزور بتبتيتي تنقسم 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 ويه? ويبتدي ينمو. وفي مرحلة تانية بعد منام خالص وعمل الاوراق والساق بتاعه والجزر بتاعه وكل الكلام الجميل ده. تبتيتي مرحلة انه يطلع الزهرة بتاعه. او يطلع الثمرة بتاعه. وديت هنا بمرحلة تكوين الاصمار او الثمار والازهار. ودي بتيجي على طول بعد النمو الخضري. ولكن لازم تحصل بسبب شرط واحد. اللي هو حدوث تفاعلات داخلية عادية. طيب عشان تحدث هزي التفاعلات لازم شرط برضه. اللي هو وجود كمية او تعرض النبات بتاعك لكمية معينة من الضوء. علشان يحصل التفاعل ده. عامل في الكيمية. التفاعل ده استحالها يحصل لما تدي له حرارة. لما تدي له حرارة يديك الايه? يديك الزد اللي هو البرودة التاع. طول ما انت ما بتديلهش حرارة خلاص. مش هي ايه? مش هيتم التفاعل ده. ده نفس الكلام. فمرحلة الازهار والاسمار دي محتاجة هذه العملية اللي هو يتعرض لكمية كبيرة من الضوء او كمية معينة من الضوء. فايزا انت تأثر المرحلتان بقى مع عوامل النزام البي فقد تكون العوامل ملأمة لحدوث المرحلتين معا او تكون ملأمة لحدوث النمو الخضري والاسطوب على كده والازهار ما يحصلش او الاثمار ما يحصلش. هناخد مثال هنا في نبات الامح. نبات الامح ده الحقيقة بيزرع في شهر اكتوبر ونوفمبر. شهر اكتوبر ده اللي هو شهر عشر ونوفمبر ده اللي هو شهر احداشر. طيب بيبتدي يثمر ويطلع السمرة بتاعته والامح الجميل بتاعه ده امتى? في شهر مارس ويبريل. يعني في شهر تلاتة وشهر اربعة. طيب طيب ليه بيحصل الكلام ده? وليه بنزرعه هنا? ويثمر هنا? علشان في الحالة دي هو بيلائم العوامل البيئية. طب يعني ايه بيلائم العوامل البيئية? يعني بيحصل فيه التواقط الضوئي اللي احنا بنتكلم فيه. فلما ياخد كمية معاينة من الضوء تخليه يحصل تفاعلات داخلية. فلو اتزرع اساسا خلال شهر فبراير ومارس يعني لو فلاح كده جهز تسكى وقال انا هزرعه في شهر مارس او ابريل. هل هو هيطلع له سمر او هيطلع له الامح دوت او كلام ده كله? لا خالص. هينمو خدريا عادي جدا. ولكن مش هيزهر. ليه? لانه متعرضش الكمية الدوق الكافية اللي تخليه يحصل تفاعلات داخلية علشان يطلع لك السمر دي. ومن هنا هيكودنا للتواقط الضوئي. مصطلح كبير كده في علوم الزراعة بيسموه التواقط الضوئي. اللي هو العلاقة من فترة الاضاءة التي يحصل عليها النبات وفترة الازلام اللي بيتعرض ليها بعد ذلك. بالتعاقب طبعا كل اربعة وعشرين ساعة. من خلال الاتي قسموا النباتات على حسب التواقط الضوئي لنباتات تحتاج لفترة اضاءة طويلة وفترة ازلام قصيرة. تسموها نباتات صيفية. ازرعها دايما في الصيف. النهار بيكون اطول تقعد ايه? تنمو 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 تنمو. الاخر تظهر وتحصد انت ايه? في الاخر. ونباتات تانية لأ محتاجة زلامة اكتر. فازرعها في الشتر. ونباتات ما بتفريش معها. يعني لات تتأثر بكمية الضوء او طول النهار او اسره. فبالتالي بزرعها في اي وقت. رابع حاجة الضوء بيأثر فيها هي توزيع الكائنات الحية بتاعتك. بيعتبر الضوء من اهم العوامل المؤسرة في توزيع الكائنات الحية في الماء واليابس. تعالي ناخد الاول اثره في توزيع الكائنات الحية في الماء. بيتحكم الدوء في توزيع الكائنات الحية عند مختلف الاعماق. حيث بيحدد العمق الذي يصل اليه الدوء وجود نوعيات معينة من الكائنات. طب يعني ايه الكلام ده بيقولك? ان في الماء بتاعتك لو ديها حوض مية هوت مثلا يعني. وهنا فيه دوء. طبعا كمية الدوء اللي هتختارك هنا غير كمية الدوء اللي هتختارك ليه تحت هنا? هتلاقي هنا الدوء كتير انما هنا شبه مظلمة تقريبا. الحقيقة ان كميات الدوء اللي موجودة هنا وهنا ديت بتخلي لك كائنات معينة تبقى موجودة في الاماكن ديت. وكمان كميتها كمان بتتأثر. فممكن تكثر وممكن تقل على حسب كمية الدوء دي. وطبعا كمية الدوء ديت بتتركز تبقى كبيرة وصغيرة على حسب العمق. كل ما يزيد العمق كل ما يزيد تحت كده كل ما يزيد العمق كل ما كمية الدوء اللي بتعدد تبقى قليلة. طب هنجد ايه بقى? هنجد ان النباتات الوعائية في المياه العزبة بتستطيع ان تعيش حتى عمق عشرة متر. يعني في الانهار كده هتلاقي بعض النباتات بسموها النباتات الوعائية اللي بتبقى موجودة جواها انابيب شعيرية بسيطة كياه بنسميها الاوعية عشان توصل المياه من جزور للساق والاوراق. بتبقى موجودة تقريبا لحد عمق عشرة متر. يعني موجودة هنا او هنا او هنا. المهم ان هي بتنزلش تحت. ليه ما تنزلش تحت هنا? لان الدوء ما بيقدرش يختارك قوي لتحت هنا. فبقى وهي محتاجة كمية من الدوء معينة. اللي هي اصلا ما تبقى موجودة هنا. فبالتالي تلاقى دايما موجودة في الحتة دي. تبتاني حاجة مسلا. التحالب. بس هنا بقى احنا بننتقل من المية العزبة للمية الملحة شوية. التحالب بتختلف فيما بينها في وجود في حاجتها الى نوعية وكمية الدوء. اللازم للكيان بعملية البناء الضوئي. فمسلا يعني. عندك انواع كتير من التحالب طبعا. كل اللي تحلف فيهم بيبقى موجودة عند عمقه معين على حسب كمية الدوء اللي موجودة عند العمق ده. ليه? لانه محتاج الكمية ديت علشان يمو. لو ما توفرتش ليه الكمية دي استحالة يمو. فمسلا يعني هتلاقي تحالب بلنية. التحالب البلنية دي الحقيقة زي اللي في الصورة ديت بتقدر تكون غزاءها عند عمق او حتى عمق خمستاشر متر. فبالتالي هي محتاجة دوء بكمية كبيرة. انما التحالب الحمراء زي اللي في الصورة دي برضو. دي بتقدر تكون غزاءها حتى عمق خمسة وعشرين متر هي تنزل اكتر لتحت. لايه موجودة تحت ايه? اه تحت التحالب البلنية. ليه? لان كمية الدوء اللي محتاجها تكون يعني تكون قليلة نسبيا عن التحالب البلنية. فبالتالي الدوء بتاع كميته ووجوده بيقصلك اساسا على توزيع ووجود الكائنات الحية وكثرتها كمان. طيب ننزل بالعمق لتحت هتلاقي تحالب موجودة في القاع او اه تحالب موجودة على اسطح السخور بيسموها تحالب بتثبت احد اطرافها في القاع وترفها الاخر بيكون سائب او سايب يعني بالبلدة. طب دي بتستطيع ان تنمو حتى عمق كمية وعشرين متر. مية وعشرين متر ده برضو عمق كبير. معناه ان كمية الدوء اللي هتوصل برضو كمية قليلة. فمعنى زي كنية ما بتحتاجش الدوء قوي. يعني احتاج كمية صغيرة. فبالتالي ممكن تبقى موجودة على اعماق اكبر. عكس مسلا بتحالب البلني يتلاقي قرب السطح دايما. طب تعالنا ناخد توزيع الكائنات الحية بلغة سهلة اكتر. ولكن في اليابس. بيزهر اثر الدوء هنا عند المكرنة بين منطقتين مهمين جدا في البرية. اول حاجة المنطقة الصحراوية ودي بتتميز بالقادي. زيادة كمية الدوء طبعا لازم يكون كمية الدوء عالية جدا. وتأثيرها واضح جدا. لان ما فيش حاجة بتحوش الدوء ده. انت مسلا في الموديل العادية. دايما نحس ان فيه تراوة شوية. حس ان فيه دلة شوية. لان فيه بلوكات او عماير. حيشالك الدوء دوت ان هو يأثر عليك بشكل مباشر. عكس الصحرا اللي قدامك دي. تاني حاجة ارتفاع درجة الحرارة والجفاف. كما هي متعرضة للدوء بشكل مباشر طول الوقت. اكيد طبعا الحرارات عالية هكون عالية جدا. فبالتالي اي كمية مية هتتبخر فبالتالي يزهر الجفاف. انخفاض في الرطوبة النسبية بمعنى كمية بخار المية اللي في الهوى في الصحرا بتبقى قليلة. تاني حاجة كمية الامطار اللي بتنزل اساسا بتبقى قليلة برضو. فبالتالي ببقى فيه انخفاض شديد. ده بيؤدي اساسا لنظرة الكائنات الحية اللي هتتكيف مع هذه الظروف. الحية ان الظروف دي صعبة جدا. انت حتى ما تقدرش تعيش في الظروف دي. فالكائنات بتقدر تتكيف مع الكلام دوت كائنات قليلة جدا زي السعرة بالفنك والياربوة وبعض التعابين وبعض العقارب والحشرات وخنافس وكلام ده كل. انما كائنات تانية اكتر من كانت عيش? لا مش هتلاقي تنوع اكتر من كده. كانت محدودة يعني. طب تاني منطقة. منطقة الغابات اللي استوئي. منطقة برضو على اليابس. بس خلي بقى ان خصائصها مختلفة عن الصحراء خالص. غابات يعني اشجار. بس اشجار الحية سكانها طويلة جدا واوراقها كبيرة. فبالتالي بتحوش الدوق انه ينزل لتحت. بس بتحوشوش كله طبعا. فبالتالي بتخلك الحرارة تحتها رطبة. آآ تراوة زي ما بنقول كده. انت حتى لما بتلاقي اي شجرة وانت ماشي في الشارع بتقف تحتها. عشان الحرارة تحتها بتكون اقل شوية. آآ المناخ معتدل بصيف. فتلاقي دايما دايما في الغابات الاستوائية الكائنات الحية بتكتر. يبقى. الغابات الاستوائية هتتميز بي. اولا كلة الدوق اسفل اشجار الضخمة نظرا لكسافة نباتتها. فالقص دي وضح لها. ارتفاع الرطبة النسبية فيها. هتلاقي فيها امطار. مما يؤدي طبعا لكسرة الكائنات الحية التي تكيف مع هذه البيئة. فتلاقي دايما كائنات موجودة في الغابات اللي يسموها او او الادغال زي اللي موجودة في افريقيا اوها كزا. عكس السحرة تماما. طبعا الرطبة هنا مرتفعة ان فيها امطار. لان النباتات دي استحالة تنه الا ما يكون فيه امطار. كنا اخذنا اربع تأثيرات للدوق في النظام البيئي. تعال نكمل آآ على الكلام دو وناخد المرحلة الخامسة او رقم خمسة. الدوق ونشاط الحيوانات. تخيل ان الدوق بتاعك بيأثر على حركة ونشاط الحيوانات. طب ازاي? بيقولك ان الدوق الشمس اثر ملموس في نشاط الحيوانات. حيث ينقصب نشاط الحيوانات الى اربع فترات ضوئية خلال اليوم. هي فترة الفجر. ودي بيقل فيها النشاط الحيوانات الليلية بصورة تدريجية. ثم تعود الى ملاجئ. فترة النهار. ودي بتنشط فيها الحيوانات النهارية. فترة الغسق اللي هي المغرب كده او حوالين المغرب. دي بيقل فيها نشاط الحيوانات النهارية بصورة تدريجية. ثم تعود الى ملاجئة. فترة الليل بتنشط الحيوانات الليلية. طيب. سؤال لك انت تميز الانسان في اني فترة من دول او بينشط في اني فترة من دول. هنلاحز ان الانسان من الحيوانات النهارية. لانه هو اريد حيوان بس حيوان متطور شوية. تبينشط دايما في النهار. وتلاقيه في الليل لا بيقل نشاطه. او فترة الفجر كده او فترة المغرب بيكل نشاطه. تلاقيه في الليل خلاص ان عدم النشاط تماما وبيبتدي ينام ويريح عشان يسحى تاني في الفجر يبتدي نشاطه من الاول وجديد وفي النهار ينشط اكتر وهكزا. في كائنات بتاخد نفس الطابع بتاع الانسان. تلاقيها في الليل بتنشط اكتر. انما بالنهار لا. على فكرة السمك ذات نفسه بينشط في الليل. عشان تلاقي اكترية الصيادين بيستاده في الليل. مش بيستاده في النهار. ودي فيها السمك تاني برضو هنجده قدام. فالضوء هنا بيقصلك على حركة وحياة الكائن الحي عمونا. تعالي ناخد مثال جميل قوي. بيتكلم برضو عن تأثير الدوء ونشاط الكائنات الايه? الحي. بيؤسر هنا دوء القمر على احياء الشواطئ البحرية التي تتعرض للمد والجزر. انت عارف طبعا ان المد والجزر ده سببهم هو القمر بتاعك او حركة القمر حوالين الارض. فساعات يعمل مد اللي هو المية تطلع وتغمر الشاطئ وساعات تخش المية الجزر او تنحسر الماء للداخل. ودي موجودة اكتر في العين السخنة والايه? والمحافظات الموجودة على البحر الاحمر. فتلاقي بعض الاحياء لما المية بتكون على الشط او غمر الشط يعني في مرحلة المد بتبقى نشطة. وبتبقى غير النشطة في مرحلة الجزر او اثناء انحصار المياه. زي كائن اللي بيسموه السلطعون او الكرابس او يعني هم انواع الكشريات كده. الكائن ده الحقيقة ان ما فيش صدفة تحميه. فبيقعد يدور في الشط على اي صدفة الكائن اخر زي الصدفة اللي قدامه دي تي بتاعت الحلزون انا السلام مش بتاعته. ويستخبى فيه. لما بيحصل جزر الكائن ده بيفضل مستخبى جوا الصدفة دي قافل على نفسه موجود كافة. ده رجل انت لو ماشي على الشطة اساسا وانت اكيد بتقابل الحاجات دي بس انت مش ياخد بالك. بتحس ان دي صدفة مرمية كامل هاش لازمة. بس لا الحياة ان هو مستخبى فيها كائن وخامل تماما. انما لما يجي المية تعديه يبتدي ينشط. ويتحرك. وتلاحز الحركة دي. كل ده بسبب ايه? بسبب حركة طبعا القمر حوالين الارض. اللي هي برضو دوق القمر بيأثر على احياء الشواطئ البحرين. لان برضو الكلام ده ليه علاقة برضو بالفترات اللي احنا تكلمنا عليه. لان المد والجز برضو اه هتلاحز ان المد احيان بيحصل الفجر او النهار او كلام ده كله لو انت بتروح بعين السخنة الساعة خمسة مثلا الفجر. هتلاقي فيه جزر جوه او المية جوه. انما لما كل ما انت داخل ناحية النهار هتلاقي المية بتقرب من الشط يعني فيه مد. فبالتالي برضو ليه علاقة بالفترات ديت. وطبعا بتأثر على نشاط الكائنات الحي. طب ستة الدو برضو بيأثر على هجرة الحيوانات. طب ازاي? هو اصلا يعني ايه هجرة? هجرة دي عبارة عن ظاهرة حيوية زيت طبيعة دورية. دورية ديت يعني بتحصل بتكرار بصفة مستمرة كل فترة. بتتمي بانتقال جماعة معينة من الحيوانات خلال اوقات او مواسم معينة من مكان لاخر. ودي بتحدث بفعل عوامل فيسيولوجية داخلية. بمعنى احنا ليه بنهاجر? يعني مسلا لو جيت سألت اي انسان عايز يهاجر من وطن ما يقول لك والله انا عايز يهاجر علشان آآ آآ ابحث عن ظروف آآ معيشية آآ مناسبة. فبالتالي ديت ليها دوافع فيسيولوجية طبعا. ازاي? ما هو عايز يأكل اكل نظيفة. عايز يعمل حاجة نظيفة. فبالتالي الهجرة هنا اللي اثر فيها هي العامل فيسيولوجية الداخلية. الحيوان برضو نفس الكلام بيتطبق على الكائنات او الحيوانات اللي عايشها معانا. فبتتميز الهجرة بصفات بيئية دورية تتكرر يوميا او موسميا. موسميا دي يوصب بها كل صف. كل شتا وهكزا. او سانويا لها كل سنة. او كل بدع سنين. بدع سنين دي اللي يوصب بها كل مسلا من تلاتة تسع سنوات لأي بي ايه? بيهاجر مسلا. طب انواع الهجرة بقى. الهجرة عندي اما يومية يعني كل يوم بهاجر وانت على فكرة بتعمل الكلام دوت. كل يوم بتروح مسلا المدرسة اللي موجودة على بعد اه اربعين كيلو متر منك مسلا دي هجرة يومية خلي بالك لان انا بتاخد ساعتين منك. او هجرة اه موسمية اللي هو كل موسم. كل شتا مسلا او كل صيف مسلا بتروح تصيف. خمس ايام مسلا في الساحل وترجع تاني. ده برضو نوع من انواع الهجرة. واللي برضو ليه ده وفع في السيولوجية. انك عايز اه تشوف البحر. عايز تشعر بلمسة الهوى الجميل. بلمسة المية بتاع او مية البحر عموما وها كزا. بس احنا مش هناخد الكلام ده الحقيقة. احنا هناخد الهجرة اليومية في الكائنات الحية. ولكن هنبدأ بالبرية. بالبرية هنا هنلاقي العصفير. الحقيقة من العصفير بتهاجر يوميا من مكان للتاني. ليه? علشان تدور على القش. علشان تبني عشها. او علشان اه تدور على اكل. علشان تطعم صغارها. فبالتالي الدافع الفيسيولوجي هنا هو الدافع جوع. المسكن. عايزة تبني مسكن. عايزة اكل وتأكل ولادها وهكذا. الهجرة البحرية بقى ودي برضو نوع من انواع الهجرة اليومية. هتلاحز ان في بعض الكائنات اللي بتعيش في البحر والمحيطات على طول في مستوى المية ده طلعة نزلة. طلعة نزلة يوميا. هناخد اول حاجة الاحياء الهائمة. الهائمات دي اللي هي الكائنات اللي عايشة بتعلقة في وسط المية كده. اللي وزنها بيبقى خفيفة. دي بتتحرك في الماء لتصعد الى السطح او تعبط الى القاع. يوميا. طب ليه بقى? قال لك هي بتعمل الكلام ده كله علشان خوفا من الاشعة البنفسي جيه او فوق بنفسي جيه بتاعت الشمس. فبالتالي فيه كشريات كشريات هائمة ديت زي الجنباري والكابورية والحاجات دي كلها ده صورة للجنباري طبعا قبل ما قبل ما يتقشر ويجيلك وتاكله الكلام ده كله. هتلاقي مغطيه الكشور عشان كابل نسميه الكشريات بتعيش في وسط الماء. بتبتدي تطلع لفوق وتنزل لتحت على حسب الكمية الاشعة الفوق بنفسي جيه اللي تتعرض ليه. فبتزل طوال النهار على عمكة حوالي سبعة وعشرين متر هنا كده. وبعد كده بالليل تهاجر لفوق. يعني بتطلع للسطح ليلا. انما في النهار موجودة تحت. ليه? لان هي بتتأثر وحساسة جدا للاشعة الفوق بنفسي جيه. فاي اشعة فوق بنفسي جيه اللي هي الالترافايلوت بتاعت دوق الشمس ديت. لما تيجي عليها ممكن اساسا تموتها. ما تقدرش تستحمل الحاجات دي. انت زاد نفسك كانسان بتستحمل كمية معينة من الالترافايلوت دي. لو زادت الكمية دي انت هتموت. وطبعا اكبر مثال احتباس الحرارة اللي احنا فيه دوت وخور من الازون اللي بيتكلموا عنه والحاجات دي كلها. طيب. وقد يحدث العكس طبعا بالنسبة للاحياء اخرى بتعشق الدوق بتعشق بعض او كمية برضو محدودة من الاشعار فوق بنفسي جيه فتلاقي ايه موجودة فوق بالنهار وتحت موجودة ايه في الليل وهكزا. لزلك الصيادين لو عايزين يصطادوا جنباري تلاقيين يروحوا بالليل للبح يصطادوا الكلام ده وهكزا طبعا. تاني نوع معانا الاسماك. الاسماك برضو بتخرج من المياه العميقة ليلا. يعني بتطلع برضو للمياه السطحية دي بالليل. او بسموها المياه الضحلة. ليه? علشان تبيض وتحط البيت بتاعها. وبعد كده ترجع للمياه العميقة في النهار تحتهن. ليه? برضو ليه هدافة في السيولوجي. فبالتالي برضو بعض الصيادين يروح يصطاد بالليل علشان اسماك هتكون موجودة بقسرة فوق. فبالتالي ما يحتاجش ان هو ينزل السنارة لعمق كبير. ده يدوبك عالسطحة هيصط كل السمك اللي موجود ايه? اه قرب السطحة بتاعك. فكل دي دوافع في السيولوجية بتأثر على الكائنات الحية بتاعتك بتخليها تهاجر حتى لو هتهاجر لمسافات محدودة. بس برضو ده يعتبر نوع من انواع الهجرة. تتباين استجابة الحيوانات المائية للهجرة حسب الاتي. انا عمل اقول لك كائنات طالعة وكائنات نزلة وكلام دا. كنتب ايش بيأثر في كل الكلام دا? الحالة في السيولوجية مسلا. جعانة. عايز اطبيض. عايز تامن اي حاجة. فتطلع لفوق او تنزل تحت. خايفة من اشعة فوق بنفسجية. فخايفة ان جسمها هي الضر. فدي برضو في السيولوجية. لان الفيسيولوجي دي اساسا هو علم ووصف الاعضاء. يعني ليه علاقة بجميع احتاجات جسمك كلها? اعضاء جسمك واحتاجاتها والكلام دا كله وتشريحها وكل الكلام دا كله. العمق. العمق برضو بيأثر. هل تقدر تبقى موجودة على العمق كبير ولا عمق صغير ولا عمق المتوسط? لان العمق بيأثر فيه او بيتبعه بعد كده الضغط. اللي برضو بيأثر على الكائن الحي بتاعك. تالت حاجة الموسم. هاجر يوميا? ولا هاجر موسميا? ولا عامل ايه? رابع حاجة المرحلة اللي بيمر بيها الكائن الحي في تاريخ حياته. يعني المرحلة العمرية. يعني انا بقول لك اسمك بيطلع يبيد فوق. فبالتالي البيت ده هيبه موجود على السطح. طول ما هو البيت ده موجود بعد كده يفتس بيه صغير وكلام ده كله هو موجود على السطح. لما يكبر هيبتدي يعمل زي اباؤه وامهاته وبعد كده ينزل لتحت بالنهار ويطلع لفوق بالليل وهكذا. طب بالتالي برضو المرحلة العمرية بتأثر على الهجرة آآ آآ بتاعتك. وإيه ترى هتهاجر ولا مش هتهاجر والكلام ده كله. انت حتى وانت صغير ما يفعش هتهاجر. انما لما بتكبر بتبتدي الفكر انك تهاجر. مسلا تروح الكهيرة لو انت من الارياف. مسلا تخرج برا مص لو انت عايز تسافر برا وتهاجر برا وهكذا. طب تاني حاجة بها معانا هي الهجرة الموسمية اللي بتحصل كل موسم. ودي عبارة عن هجرة الكائن الحي خلال مواسم معينة من مكان لآخر للتقاصر والغذاء اللي هي برضو دوافع فيسيولوجية. تعالي ااخد اول حاجة هجرة السلاحة المصرية. بتتجمع السلاحة المصرية فانفاء طويلة تحت الارض. بس امتى في الشتاء. اي انها بتعمل بيات شتوية. حيث تلجأ طبعا للبيات شتوية. ثم تخرج منها في فصل الربيع وفصل الشتاء برضو. وبتعود اليها برضو في الشتاء التالي. طب ليه الكلام دوت? لان هي بتقدر تتكيف في الظروف الصيفية وفي المناخ الصيفي اكتر من الشتاء. فتخيل الامطار ممكن تزعجها مسلا. آآ درجة الحرارة قليلة جدا تزعجها. ما تخلاش تقدر آآ تتكيف وتمشي آآ بصورة سالسة. عكس الصيف. فتروح عاملة البيات الشتوية. حفراء للانفاق وجودها تحت الارض ده نوع من انواع الهجرة برضو. بيسموه الهجرة الموسمية. نوع تاني برضو بالكيانات بس في الكيانات اللي بتطير اللي هي هجرة الطيور. بيعتبر طول فترة النهار اللي بيزيد طبعا في الربيع وبينقص في الخريف. النهار طبعا في الربيع بيكون طويل انها في الخريف بيكون قليل. طول فترة النهار ده مهم جدا في اطلاق الهجرة بشكل منتظم ودول. ليه? لانه الحقيقة ثبت ان في الطيور طول فترة النهار بتأثر عليها. بتخليها نشطة. يعني هي بتنشط اكتر في فترات النهارية. وفي المواسم اللي النهار فيها بيكون طويل. ليه? لانك طول ما النهار موجود. طول ما كفيه كمية دوق موجودة بشكل اكبر. طول ما ده بيخلي حجم الغودة الجنسية يزيد. فبالتالي يخلي نشاط الكائن الحي يزيد. انما لما يقل النهار او يقل الدوق. فبالتالي تأثيره على الغودة الجنسية عندك يقل. فبالتالي افرازاتك اساسا للهورمونات اللي بتقدي لنشاطك انت تقل. فبالتالي الطيور ذات نفسها بتهاجر من بلدان لبلدان ومن كرات لكرات على حسب المواسم. النهار موجود في مصر خلاص احنا هنهاجر ونروح افريقيا او نروح مصر. ليه? لان النهار طويل فبالتالي هنفضل نشاطين ونتكاسر وناكل وكلام ده كله. طيب النهار قال له بقى في شتا تلاقي الطيور دي هاجرت وراحت مثلا في حتة تانية خالص فيها نهار اطول وهكزا. فبالتالي فترة النهار بتأثر طبعا على هجرة الطيور. خلي بالك ان الهجرة هنا لها دافع في السيولوجيا. ومعزين يفضلوا في حالة نشطة. وبكده نكون هنا التأثيرات البيئية الخاصة بالضوء. اللي هو الجانب المرئي من اشعة الشمس. تعالي ناخد الجانب اللي غير مرئي او الغانب المحسوس اللي هو الحرارة ذات نفسها. اللي هي عبارة عن او اشعة تحت حمراء. يعني موجات اه بس موجات ضوئية انت ما بتشوفهاش بتحس بيها فقط. تعالي ناخد الاسر البيئي للحرارة. بيختلف تأثير درجة الحرارة في الاحياء بوضوح عندما نقارم بين احياء. احياء دي يسوا بها كائنات طبعا. تعيش عند احد الكتبين واخرى تعيش في المنطقة الاستويائية الحارة. او عندما نقارم بين فاعلية النمو والتقاصل بين او فيه فصلي الصيف والشتاء. بمعنى لو انت عايز تشوف اثر الحرارة بتاعتك على نشاط الكائنات الحية هات كائنات بتعيش في الكتبين. وهات كائنات بتعيش في منطقة الاستويائية اللي هي فيها وكلام ده كله. والحرارة فيها معتدل لحد ما. وكلام ده كله. او هات كائنات تقدر تعيش في الصيف وفي الشتاء. وكارن. فهنلاحظ ان فعالية الكائن الحي بتتأثر تأثرا واضح لو الحرارة بتاعتك قلت عن الصف يعني بقت بالسالب. او زادت عن خمسين درجة مقوية. طب ليه? يعني لو درجة الحرارة بتاعتك بتاعت المناخ بتاعتك قلت ت確يح او زادت عن خمسين درجة مقوية بتؤسر عن نشاطة الكائن الحي. اه. ليه بقى? لان الفعالية بتاعتك الكلام الحي بيحددها اساسا المدى اللي بيبقى فيه او مدى الحرارة يعني اللي بتبقى فيه البروتوبلازم طب يعني明ه البروتوبلازم انت اخدت ان البروتوبلازم ده عبارة عن السايتوبلازم وعضيات الخليئة. بتاعا ناخد الخليئة الحيوانية اللي موجودة في اجسام الكائنات الحية الحيوانية هي عبارة عن اللي هي مية جوه الخلية وسيل ميمبرين اللي هو غشاء الخلية وعضيات الخلية اللي هي الميتوكندرية على النيوكلياس على الكلام ده كل اللي هي النواي والكلام ده كل الخلية الحيوانية بتبقى ناشطة وفي حالة من النشاط طول ما السيتو بلازم ده موجود في طراية الحرارة بتاعته الملأمة لي فبالتالي بيفضل سائل لازج الى حد ما فبالتالي عضيات الخلية اللي بتبقى موجودة جوة بتبقى وغدى راحتها في الحركة وتبقى ناشطة لحد ما وتبدأ تصدر الطاقة بتاعها زي الموتوكندرية والكلام دا كله. كل الكلام دا بنسميه بالايه? بالبروتوبلازم. اللي هي بالكوسين المادة الحية. طول ما درجة الحرارة من سفر الخمسين الخلية الحيوانية بتاعتك تفضل في صورة ناشطة. تحت السفر السيتوبلازم دا ممكن يوصل بيه درجة الحرارة ممكن يتجمد. فلما يتجمد الكائن اسان زيت نفسه مش هيبقى ناشيط. فهيتجمد برضو. ومع الوقت زي ما بيحصل في شمال روسيا وشمال اوكرانيا وكلب الشمالي والدول دي كلها فيه كهنات بتتجمد فعلا. او فيه كهنات من كتر درجة الحرارة وفيه ناس اساسا من كتر درجة الحرارة ما بتعرفش تعيش في في الظروف دي. انما بقى لو الحرارة زادت عن خمسين ممكن اسان السيتوبلازم ده مع الوقت ممكن يحصله تبخير ويتبخر جزء منه. فبالتالي الخلية ممكن تنشف بالبلد كده. فبالتالي نشاط الكائن الحي يقل برضى. عشان كده انت لو في الصحراء اساسا مدرجة الحرارة عيد جدا عن خمسين انت فرصتك في الحياة قليلة جدا او ضعيفة جدا. وبتجيلك على صورة ضربة شمس ويوم عليك وبعد كده تموت وتجف وهكذا يعني. ولكن بقى هناك بعض الاحياء المجهرية زي الفتريات والبكتيريا تقدر تتحمل الحياة درجات اقل من السفر. واخرى تتحمل درجات اكتر من خمسين درجة مقاوية. ولكن ده من نسبة الاحياء المجهرية. ولكن احنا هنا بنتكلم بصورة عامة عن الكائنات الحية زي احنا زي هنا كان الانسان والحيوانات وكلام ده كله. عندما تصبح درجة الحرارة غير مناسبة قليلا في الوسط ايش بيعيش فيه كائن الحي. طبعا الحرارة هتقل او هترتفع. طب لما تقل او ترتفع ايه اللي بيحصل? الكائن الحي هيلجأ لحاجات تعوض الكلام ده. ازاي? ممكن يحصل له حالة من السكون. طب ايه السكون ده بقى? حالة بيلجأ ليها الكائن الحي للتغلب على درجة الحرارة دي. هيعمل ايه برضو? ممكن يتجرسم ويكون بعض الجراثيم زي البكتيريا. فالجراثيم اللي حوالي ده تحميه من الحرارة فبالتالي تخليه عايش. او يتحوصل. يكون حويصلات. ويفضل هو جواه. زي الحيوانات الاولية زي الاميبة كده. وزي برضو كائنات زي البلهاريسيا مسلا. البلهاريسيا اللي ما بتخش بتخش جسمك تخش عن طريق طور معين او فيز معينة. لما تيجي اصلا بتعيش جوه جسمك او بتكون دخلك جوه الجسم قوي بتكون متحوصلة. وبعد كده تتفك الحوصلة ديت جوه المسانة بتاعتك وتقعد تقطع في المسانة فخليك تعمل حمام دم او كلام ده كله. فبالتالي الكائنات لما بتلاقي درجة حرارة مختلفة او وسط مختلفة بتلجأ لبعض الاساليب الخفية علشان تحمي نفسها. زي كده لو تفتكر معايا الكائن اللي قولنا عليه السلطعون اللي بعيش على البحر ويدور على صدفة ليه. فهو بيدور على اي حاجة يخش بها علشان تحميه. لانه اسا جسمه اا اقل لمسة من اي من اي كائن تاني ممكن يدمره. لانه جسمه رخ ويطور. معادة المخالب اللي هو بيقعد ايه يستطد بيها. ليه الحاجات اللي عاملة زي الكابوريا دي. البر مائيات والزواحف. ولكن الفقاريات منها. دي بيحصل لها بيات شتوي. علشان تتغلب على انخفاض الحرارة. زي السلاحة في المصري اللي احنا قلنا عليها من شوية. في الشتة تلاقيها بتحفر انفا وتعيش. في الصيف تطلع طبعا. في بقى لا فقاريات زي بعض الحشرات والرخويات. الرخويات دي مثلا زي الحلزونيات اللي هو اللي سنيلز. دي بيحصل لها خمول في الصيف. فبيسموها برضو بالبيات الصيفي او الخمول الصيفي. ما بتقدرش تحمل الحقيقة الحرارة العالية. فبالتالي تعمل بيات صيفي. وبعد كده ما ايجي الشتة تنشط تاني. في كائنات بقى ما بتعملش اي حاجة من الريفات دول. هي بتهاجر على طول. ما بتقدرش. زي برضو الانسان برضو. نفس الكلام. ظروف المعيشة ملأمة. افضل عايش وموجود في البلد. ظروف المعيشة مش ملأمة. هاجر على طول. مش هتبي اسعى ودور وهكذا. كما طبعا في بعض الحيوانات حيث تهاجر الى مناطق درجة حرارتها بتكون اكثر ملأمة لها. ملحوظة بقى في حالتي البيات الشتة او الخمول الصيفي او برضو البيات الصيفي يعني الكائن بتاعك الحقيقة في الحالة دي نشاطه بينعدم تماما او بيكان بيكاد ينعدم تماما. فبيبقى ثابت يعني مسلا لو جيه خدنا الصحيفة المصرية اللي عاملة كده مسلا بتبقى ثابتة بتحركش اي حاجة في جسمها. الحاجات اللي بتحرك حاجتين مفيش غيرهم. الجهاز الدوري علشان القلب يفضل ينبل والدم يمشي في الشرايين والكلام دا كله. والجهاز التنفسه عشان يتنفس. بس انما الاطراف بتتحرك لأ. اي حاجة بتتحرك. العين بترمش لأ. بيكون ساكن تماما. ما بيعملش اي حاجة خالص. والهينا نكون وصلنا لنهاية جزئنا التاني ودارسنا النهاردة على عمل اللقاء في دروس قادمة من مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة.